سلام عليكم نال أول قمة افتراضية بين الرئيس الصيني شي جنبين ونظره الأمريكي جو بايدن في 16 نوفمبر الجاري اهتماما عالميا ولدي ملاحظات عدة حول هذه القمة أولا عقد هذا لقاح المستغرق لثلاث ساعات ونصف بناء على طالب جو بايدن كانت واشنطن تقترب من منتصف الليل عند انتهائه أظن أن الرئيس بايدن البالغ 78 عاما من عمره كان مجهدا للغاية أن ذاك لكن كان عليه أن يصمد لأن لقاح ذو أهمية كبرى بنسبة له ولإدارته وهو أكثر تحمصا وحرصا من الصين على إنقاذ العلاقات الأمريكية الصينية الغارقة في الدوامة الهبوط على الرغم أن اللقاح كان قد يكون أقيمة تقترب الاندخابات النصفية الأمريكية بينما تستمر شعبية الحزب الديمقراطي في التراجع فأشار استطلاع جديد للرأي صدر في الرابع عشر من نوفمبر إلى أن معدلات الموافقة على أداء بايدن تراجعت إلى 41% بانخفاض قدره 12% السبب الرئيسي هو الظروف الاقتصادية السيئة وتضخم الجامح كما قال بايدن يؤثر التضخم على محافظ النقود الأمريكيين كل شيء أصبح غاليا من البنزين إلى الرغيف الخبز لذلك بايدن بحاجة ماسة إلى تعاون مع الصين لتخفيف حدة التوتر في العلاقات الثنائية وتحصن الظروف الاقتصادية وبالتالي رفع نسبة تأييد وإلا فإن عيد شكري وعيد الميلاد المقبلين بنسبة للجماهير الأمريكية سيكونان في غاية صعوبة مقارنة بسنواته السابقة ثانيا تمثل هذه القمة اعترافا أمريكيا حقيقيا بالصين كمنافس استراتيجي يجب تعامل معه بشكل متساوي مقارنة بمحادثات أنكروج الصعبة بين الصين وأمريكا فإن الأخيرة تخلت عن أجرفتها هذه المرة ودركت أنها لم تحصل على فوائد فعلية من خلال تأزيم العلاقات مع الصين خاصة أن الاقتصاد الأمريكي لم يستفد لذا أكد بايدن عدم تحويل المنافسة بين البلدين إلى الصراع مقارنة بما كان عليه قبل 40 عاما شهدت موازين القوى بين الصين والولايات المتحدة تغيرات كبيرة تمثل أمريكا الآن 24% من الاقتصاد العالمي بينما تمثل الصين 18% ما يعني أن الاقتصادين معا ما يقرب من نصف الاقتصاد العالم وهما متشابكان مثل وجهين لعملة واحدة تربحان في تعاون وتخسيران في الصراع فيما يتعلق بقضية تايوان الحساسة أكد بايدن في القمة أن بلاده تدعم الصين الواحدة ولا تدعم استقلال تايوان لأن الأمريكيين يعلمون أن هذا خط أحمر للصين طبعا هم لم يذكروا ذلك في البيان بل اختاروا فقط تسريحات رنانة شديدة الهجة ونشرها لإرضاء صقور والحفاظ على اللياقة السياسية الأمريكية مع ذلك يتعمد بعض الأمريكان احتواء الصين باستقلال تايوان وهم يعلمون أنهم يلعبون بالنار من يلعب بالنار يحرق نفسه منذ تولي الرئيس بايدن الحكم أجرى ثلاثة محادثات مع الرئيس شي جنبين كانت الأولى والثانية عبر الهاتف وبلغت مدة تلك المحادثات حوالي سبع ساعات وهذا طبعا لا يكفي لحل الأزامات بين الدولتين لكن القمة الأخيرة بداية جيدة لإعادة العلاقات الصينية الأمريكية إلى مسارح صحيح لكن يبقى سؤال هل تفي الولايات المتحدة بوعدها حقا؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر